مين عمهم في مجال الإخراج من وجهة نظر باسم سمر؟ عمهم؟ انت اشتغلت في عمهم؟ اه يعني كلهم أستاذ شريف عرفة، أستاذ يسر نصر الله، أستاذ خيري بشارة وفيه برضو مخرجين شباب مميزين جداً أستاذ أحمد خالد موسى، أم روان حامد، أحمد نادر جلال اللي استعمل الفيلم حلو قوي يعني فيه طبعاً أستاذ أكتر مين اللي هو حشك في الإخراج؟ وفي كاملة كاملة طبعاً كاملة بو ذكر عشان نقباش بس مذكر انت بتبقى تجنن مع كاملة كاملة وماري ما بقوف، دول رائعات يعني دول يجننوا بتحب أي مرحلة سياسية من المراحل اللي استعرضتها مسلسل ذات؟ لحظة النصر أيام البطل محمد أنور السيدات لحظة النصر بتاع ستاكتوبر كانت من أحلى حتة يعني في تاريخنا كمان في تاريخنا طبعاً دي كانت فخر في تاريخنا الحديث في تاريخنا الحديث طبعاً لو في شخصية حقيقية تحب تجسدها مين؟ أنت قبل كده جسدت وعملت أعمال عن السيرة الذاتية وعملت بتاعت عبد الحكيم عامر طبعاً كنت رائع يا باسم صديق العمر صديق العمر كنت جبار يعني بس لو الفترة دي حيتعرض عليك سيرة ذاتية مين اللي تحب تتكلم عنه؟ مين اللي تحب تقول الناس عنه أكتر؟ تقرب الناس ليه؟ والله يعني في ظل الظروف اللي احنا فيها ديات والقضيات الفلسطينية أي حد يعني هيبه متعاطف مع القضيات أنا معي يعني هايزين نتكلم عن النقطة دي تحديداً بس حد حقيقي موجود عايش سيرة ذاتية اه سيرة ذاتية عن الحقبة دي أو عن فنان معين تحبت؟ فنان؟ متعرف الناس عنه أكتر؟ يمكن يسمعين ياسين اه حب نتكلم كمال على الحتة النهائية بتاعته بعد ما كان غاني ومشهور ونمبر وان في كل حتة حصل دروب جامد في حياته فالممحادر دا ممكن نتكلم عنه انتوا كفنانين بتتاعزوا من التجارب دي مش كده؟ يعني انتوا بتشوف قال دي نمازج موجودة كتير على موضرة الإحنا الفمي طول ما انتي عايشة والدنيا ماشي حل وما حدش بياخد باله لما بتقع في الدروب بيحصل لك دروب او مشكلة صحية او مالية او تبدأي بقى تفكري يعني لما حدش بياخد باله يعني قلما يقع صح